البديع سبحانه وتعالى لا يخلق شيء في الدنيا إلا ومن وراءه نفع للخلق حتى الفتن والاختبارات والابتلاءات اللي قد يكون فيها معاناة لكنها هي أكتر بيئة صحية لنمو الإنسان وارتقاؤه وحجزه لما كان في جنة ربنا كل فتنة جواها اختبار واختيار وبيغوص الإنسان في أعماقه عشان يختار إما يتصرف في الفتنة دي بربانيته أو ببشريته بصفات الخير أو بالغرائز والشهوات بالروحانية أم بالطينية ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبيتعرف الإنسان في بيئة الفتنة على نفسه وعلى الله وعلى طبيعة الطريق بينه وبين الله الإنسان الفتنة بتبقى كاشفة للأنا سيدنا سليمان ربنا حكلنا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ده اختبار كاشف لما في باطن سيدنا سليمان فلما رآه مستقرا عنده قمة الهيمنة والسيطرة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ربك يقول كده الفتنة كاشفة لما في باطنك تتعرف على الأنا اللي جواك ربك يقولك وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ الفتنة هي حتى نعلم المجاهدين منكم نعلم يعني نظهر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم أنت تعرف الأنا اللي جواك وصفتها لما ربنا بيوسع عليك في الفلوس بتكرم ولا بتتكبر في فتن هتحصل في المعاملات هتبين لك أنت لطيف في وقت السلام وليك وش تاني نار تحرق وقت الخلاف في فتن في العلاقات هتبين هشاشة العلاقات ما بين اللي متجوزين أو الشركاء عشان يختاروا إما يبنوا في العلاقة دي تاني ويحفظوا على بعض ولا يبيعوا ويخونوا فتن تظهر لك الأنا فتتعرف على نفسك فتن تعرفك على الله أهم رحلة في حياتك التعرف على الله فاكر أصلي خبالك ربك بيظهر معاك في أيام الرخاء وأيام الشدة بيظهر بصفاته فاكر زمان أول اختبار في الكون يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها راغدا أحب أشوفك مبسوط على الآخر راغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة لاختباره فتكون من الظالمين الشيطان وسويسلو أكل سيدنا آدم سابر راغد كله أكل من الشجرة فظهر له رب العالمين بحب العفو فتلقى سيدنا آدم اللي أخطأ في حق ربنا وربنا اللي عرض عليه الصلح فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فظهر لينا من القصة دي أن احنا بنغلط وربنا الذي يعرض علينا الصلح والعفو وبنتلقى منه رحمته وإحنا اللي غلطانين فتعرفنا على الله وكل فتنة هتحصل فحياتك هيظهر لك ربنا بصفة من صفات الجمال أو صفة من صفات الجلال من أعطاء اللي يقول لك كده متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره وهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك بيعرفك على نفسه الفتنة كاشفة لطبيعة الطريق بينك وبين الله طريقة لربنا محتاج قصد ويقظة قصد يعني في كل فتنة وكل موقف قاصد وجه كريم عايز أعمل اللي هو بيحبه عشان مغلطش ويقظة لحوارات داخلية جزء منها وساوس بتدفعك أنك أنت تتصرف على مراد شهوتك في الفتنة دي سيدنا النبي يقعد مع الصحابة يرسل لهم مربع كده وخط من ضلع وطالع بره الضلع التاني وبعدين جنب الخط ده خطوط يمين وشمال قال هذا أجل ابن آدم محيط به وهذا أمله أكتر من عمره طالع بره وهذه الأعراض أحداث وفتن حياته كلما نجى من عرض نهاشه وعرض آخر يعني تعرض لاختبار تاني وفتنة تانية بالخير والشر إحنا مش مسؤولين عن الفتن اللي بتحصل لنا أغلبها مش مسؤولين عنها لكن مسؤول عن رد فعلك تتصرف على مراد الله فتنجو ولا تتصرف على مراد الغرائز والشهوات والشيطان فيغرز الإنسان في الفتن وإحنا في رحلتنا إن شاء الله هنتعلم كيف نستبصر حتى نتصرف على مراد الله في كل فتنة ترجمة نانسي قنقر